السلام عليكم أيها الأصدقاء إليكم هذه الكائنات والتي ستختفي عن الوجود قريبا والسؤال هل سنعيش بمفردنا على سطح هذا الكوكب؟ ولكن قبل أن نتعمق في هذا الفيديو الرائع إذا كانت هذه الحلقة تلهيك عن ضاعة الله أو العلم فقم بإغلاق الفيديو الآن وأسمعه في وقت الفراغ فإن ضاعة الله سبحانه وتعالى والعلم أولى بوقتك وإن كنت ستستمتع بهذا الفيديو فقم بتجهيز المشروب الرائع كالعادة ولا تنسى أن الاستغفار الدائم والصلاة على رسول الله تفتح المغاليق وتيسر كل أمر عسير صديقي العزيز يعتقد الكثيرون أننا الوحيدين الذين يعانون من ظروف المناخ والتغييرات التي تحدث في هذا الكوكب من احتباس حراري ونقص في الغذاء وغيرها كل هذه التغييرات لا تؤثر على الإنسان فقط ولكن تنهي حياة أنواع كاملة من الكائنات الحية ومعلومة لك أيها الصديق الرائع فإن ثلث الكائنات الحية سوف تنقرض وتختفي عن الوجود بحلول عام 2070 وفي هذه الحلقة الرائعة سنرى خمسة كائنات سوف تنقرض وتختفي عن الوجود في السنوات القليلة القادمة الفهد نعم إنه ذلك الكائن الرائع ذو الفرو المنقط يوجد نوعين فقط من مجموعات الفهود المتبقية الإفريقي والأسيوي وطبقا للتقارير فإنه لا يوجد على الكوكب الآن سوى ثمانية آلاف فهد أفريقي ونحو خمسين فهد أسيوي ومع الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة يؤدي ذلك إلى هلاك الموائل الطبيعية مما يتعين عليها الانتقال إلى أماكن أخرى للبحث عن التزاوج والغذاء مما يجعلها عرضة للصيد الغير قانوني والموت أثناء السفر الدب القطبي تعتمد هذه الدببة على العيش في قمم الجبال الجليدية من أجل البقاء ومع ارتفاع درجات الحرارة تختفي مواطنها الأصلية ويصبح الدب القطبي بدون مكان آمن للعيش فيه وذلك يجعلها عرضة للانقراض بطريق آدلي هو من أكثر أنواع البطريقي شيوعا في القطب الجنوبي ومثل الدببة القطبية حينما ترتفع درجات الحرارة تفقد الطيور موائلها الأصلية وتتعرض للاختفاء أما ذلك الكائن الرائع فهو السلحفاء البحرية الخضراء يمكن أن تعيش هذه السلاحف لأكثر من مئة عام وللأسف لم يتبق منها على هذا الكوكب سوى عدد قليل للغاية ومع ذوبان الجليد وصنع تيارات دافئة فإن هذه الطيارات تدفع السلحف إلى مناطق بحرية بها مفترسات محتملة كما أن الملوثات النفطية في مياه البحر قد يضر السلحف في موسم التزاوج الفراشات الملكية تسافر هذه الفراشات الرائعة بين 2000 إلى 3000 ميلا كل عام لأنها تعتمد على النباتات المحلية مثل السقلاب كمصدر للغذاء أثناء رحلتها ومع ذلك فإن تغيير المناخ يؤثر على الفراشات سلبيا كما أن قطع الأشجار وحرقها وإطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تلحق الضارر بها وتؤدي إلى ختل العديد منها في النهاية حافظوا على البيئة التي خلقها الله من أجل الإنسان ولا تسعوا في الأرض فسادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات على كل شعارات كما لا تنسوا اللايك الجميل وكومنت رائع كالعادة أتمنى أن تكونوا دائما بخير